أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقاروية استقبال طلبات أصحاب المحلات التجارية بسماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة من خلال بوابة بلد اعتبارا من اليوم وأشارت الوزارة إلى استثناء بعض الأنشطة من المقابل المالي كالانشطة الطبية والصيدليات والأنشطة التعليمية ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني إضافة إلى قصور الأفراح والاستراحات والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وأوضحت الوزارة أن سماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سيضفي مزيدا من المرونة على الأنشطة التجارية وسيمكن من تداول أسلع على مدار الساعة وسيلبي احتياجات سكان المدن مما ينعكس إجابا على جودة الحياة وينضم معنا من حائل الكاتب في صحيفة عكاد الأستاذ متعب العواد أهلا وسهلا فيك أستاذ متعب معنا حدثنا عن أهمية تطبيق قرار العمل الليلي نقل نوعية في سوق العمل السعودي نقل نعم أسمعك تفضل أيضا صوت يرجع لي مرة ثانية نعم أسمعك أستاذ متعب تفضل نقلة نوعية في سوق العمل السعودي أيضا أعتبرها أنا لائحة ضمان وظيفي سواء للشباب أو الفتيات في سوق العمل الخاص أو نقول في القطاع الخاص وثيقة نعتقد أنها تحفظ الحقوق وأيضا تملح المميزات وأيضا تحافظ الحالة الصحية أيضا للموظفين في القطاع الخاص أو المنشآت التي تعمل في الليل هنا يعني المملكة العربية السعودية من خلال هذه أو من خلال وزارة العمل من خلال هذه التطبيق اللائحة التي انطلقت في 2020 دعوة كبيرة جدا لهذا القطاع حوافز القطاع سعاد دوام القطاع أيضا راعت هذه اللائحة الترقيات الحوافز بدلات النقل أنا أعتقد أنها جدا جبارة في محتواها الأسري في محتواها أيضا الاجتماعي في محتواها أيضا الصحي لأنها راعت أيضا الحالة الصحية منحت أيضا الموظف خيارات كثيرة وأيضا منحت صاحب المنشآة خيارات أكثر أنا أعتقد أنه من خلال هذه اللائحة هناك عمل جبار جدا في تنظيم سوق العمل وتنظيم أيضا زاءات العمل وأيضا جعل المدن السعودية من خلال هذه اللائحة تكون زاخرة بالحياة تنبض بالحياة وتحفظ أيضا حقوق العاملين وحقوق المنشآت من خلال اللائحة راعت فيها جميع تفاصيل الحياة العملية أو الحياة أيضا الاجتماعية للموظف السعودي والموظف السعودية نعم أستاذ متعب أيضا أهمية هذا القرار من ناحية خفض نسب البطالة وتوفير فرص العمل جميل أنا أعتقد أنه سيساهم في زيادة الورديات في سوق العمل زيادة الورديات تعني أنه هناك ساعات محددة تقسم على أكثر من وردية أكثر من وردية يعني أنه هناك أكثر من عامل أكثر من موظف أكثر من موظفة هنا ستساعد كثير بعض المنشآت التي نشاهدها في المدن الكبيرة وأيضا المدن المتوسطة نشاهد ساعات عمل كثيرة جدا أنا أعتقد أنها ستنصب بين طالبين العمل أنا أعتقد أنها ستلبي رغبات أصحاب المنشآت وأيضا ستكون تساعد على التوطين من ناحية الساعات الليلة التي تبدأ من 12 تنتهي في السادسة صباحا وما يحدث بينها يعني لا تنسين أختي أنه وزارة العمل من خلال القرار حددت أنه الحد الأدنى ثلاث ساعات أنا أعتقد أنه أيضا شيء جبار جدا أنه يكون هناك تحديد لهذه الساعات تحديد لهذا العمل تحديد لهذه الهوية أيضا سننطلق اليوم 2020 برؤية وزارة العمل من خلال هذه اللائحة ستكون هناك عملية يعني أعتقد أنها مرتبة بشكل دقيق جدا أتمنى أيضا أن يكون هناك وعي للموظف والموظفة في قطاع الخاص من خلال الاطلاع على جوانب هذه اللائحة من خلال الاطلاع على تفاصيل أو المميزات هذه اللائحة أيضا الموجودين زواء الموظفين اللي قادرين أنه يعملون في نقول عمل موازي أو نقول دخل شهري آخر قادرين أيضا أنه يدخلون من خلال هذه اللائحة في سوق العمل مع الاحتفاظ بالوظيفة الرئيسية أنا أقول أن جميع الخيارات منحت لكل شاب وشابة قادرين على صناعة الطموح في مملكة العز والفخر